تتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع عجلة الحل السياسي للأزمة الليبية حيث احتضر التونس هذا ثلث اجتماعا دوليا حول الدعم الدولي لليبيا ضم ممثلين عن حوالي 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصص اقتصاديا و40 دولة عربية وغربية وزير الخارجية التونسي خميس الجهينوي قال بأن حكومة التوافق الليبي بقيادة فايز السراج تلقى كل الدعم الدولي لسعيها إلى إعادة الأوضاع في ليبيا إلى طبيعتها ومواجهة تحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الجسمة التي تنتظرها وعلى هامشي الاجتماع قدمت عدة دول مساعدات مالية لدعم المؤسسات الاقتصادية في ليبيا بغية حل حالة الأزمة كإيطاليا ألمانيا لولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية دعم مالي لحكومة الوفاق الليبية قد تليه مساعدات عسكرية لمساندتها في مواجهة خطر تنامي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي الذي يسيطر على مدينة سيرت ومدن أخرى في ليبيا ما يرهن الحل السلمي للأزمة هذا ويتطلع المجتمع الدولي إلى الوصول لحل توافقي نهائي ليعمل استقرار ليبيا والمنطقة وكذا الحد من تنامي الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا في حين يأمل الليبيون في إعادة تصدير النفط إلى كل دول العالم حتى تتمكن بلادهم من تجاوز أزمتها الاقتصادية في ظل مشاكل التمويل التي ترهن نجاح حكومة الصراج في مهامها وإيجاد حلول للأزمة الليبية بعد حضوره الاجتماع وصل ترابلوس وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني ليكون أول مسؤول أوروبي كبير يزور ليبيا منذ عام 2014 والتقى باولو رئيس حكومة الوفاق الوطني فيز الصراج وتباحث معه سوبولة حلحلة الأزمة الليبية